بأناقة النجوم دشن المترشحون للتشريعيات حملتهم الانتخابية طمعاً في إثارة إعجاب الناخبين وتمهيد لخطف أصواتهم يوم الاقتراع فطوب لمن حافظ على أناقته بعد صدور النتائج وكان من الفائزين في لمح البصر تحولت البذلات الكلاسيكية وربطات العنق الملونة إلى لباس شبه رسمي للمتنفسين على أضوية الغرفة السفلة والذين أبدعوا في إبراز أذواقهم في ارتداء الألبسة المناسبة حسب المناسبات والظروف ببذلة كلاسيكية سوداء مرفوقة بربطة عنق حمراء دشن أمين عام الأفلان جمال ولد عباس زيارته إلى ولاية خنشلة في حين حافظ السيد أحمد فروخ متصدر قائمة العاصمة على قبعته السوداء التي باتت علامته الخصوصية بالمقابل فضل أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيا لباساً بسيطاً ليكون أقرب لأنصار حزبه بولاية جالمة أين اكتفى بمعطف شتوي فوق بذلته الكلاسيكية ولإثبات أن الأناقة ليست حكراً على الوطنيين والديمقراطيين انتقى الإسلاميون أبهى البذلات ولبسوا أغلى النظارات الشمسية في وقت حافظ العديد منهم على أقمصاتهم البيضاء وقبعاتهم تفادياً لاختلاط الأمر على أنصارهم بزهد الاشتراكية لم تتكلف الوزح النون كثيراً في لباسها مفضلة بذلة عادية في لقائها بأنصار تشكيلها السياسي في ولاية البرج بعكس نعيم صالحي رئيسة حزب العدل والبيان التي لابست بذلة ربيعية في خرجتها في ولاية بومرداس محافظة على أناقتها التي طالما صاحبتها منذ ظهورها لأول مرة أيام الحملة الانتخابية باتت مهرجاناً مفتوحاً للموضة أمام المترشحين الذين سيجدون أنفسهم مرغمين على ارتداء أبهى الألبسة تفادياً للخروج من السباق قبل صافرة النهاية